آخر دراسة كتبها الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قبل اختياله بأيام ركز فيها على فصائل الحجد الشعبي المذعوم أغلبها من إيران وحملت الدراسة عنوان الخلاف الداخلي في هيئة الحجد الشعبي التي أشار فيها إلى تنامي نفوذ الفصائل المقربة والموالية لإيران داخل الحجد الدراسة تؤكد بأن المواجهة تتمثل في خلاف عميق بين تيارين مقسمين في قيام داخل الحجد الشعبي الأول كان بقيادة أبو مهدي المهندس ويرجع بالتقليد إلى المرشد الإيراني علي خمنئي فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بالعتبات في العراق إلى المرجع الشيعيف النجف علي السستاني كما تسعد دائرة الخلاف بين الطرفين في شهر شباط فبراير من عام 2018 لدرجة إزدار المهندس نائب رئيس هيئة الحجد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات شرارة الأزمة بين فصائل العتبات والمهندس بدأت عقب موافقة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق على ضم فوج كامل من فرقة العباس إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون بأنه تحول إيجابي في مسيرة الحجد الشعبي وضمه إلى صفوف القوات النظامية ولكن القيادات الولائية في هيئة الحجد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية الناجف وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل العتبات والأخرى الولائية نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في شهر كانون الأول من عام 2018 قرارا رسميا بفك ارتباط فرقة العباس من العتبة العباسية والانصهار ضمن قيادة قوات الحجد في الفرات الأوسط الأمر الذي أغضب قائد فرقة العباس ميثم الزيدي الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس منتقدا الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي بحسب دراسة الهاشمي فقد عانت قيادات العتبات ألوية الحجد المرجعي من مشاكل مالية ولوجستية أثرت على مستوى أدائها وكفاءتها وكان السبب الرئيسي في تلك المشاكل هو اختلال التوازن في توزيع موارد هيئة الحجد بعدالة بين ألوية الحجد الولائي وألوية الحشود الأخرى الألوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام إليها ربما لتشكيل جديد وبفاة غطاء هيئة الحجد الشعبي القانوني والمالي قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بإزاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية قد يؤدي إلى شلل هيئة الحجد بسبب زيادة احتمالات المصالح المتضاربة مع زيادة نسبة المناصب لقيادات الحجد الولائي مع وجود التناقضات بين أقطاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهات النظر على القضايا الدولية كما أن أبرز التعقيدات بين الألوية تتمثل في نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة بالإضافة إلى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي وكشفت تصرفات إعلام الحجد الولائي في السنوات الست الماضية أنها تستخدم الفتوى المرجعية لإطفاء الشرعية الدينية على سياساتها القتالية نفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي السابق فلديها إعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتي كبير بالإضافة إلى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي وفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية ووفقا للدراسة فإن هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي يميز بين فئتين هما فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة أو للدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح